موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصطديف اليوم النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس إليل فرسلي صباح الخير دولة الرئيس وكل عام وأنت بخير على عيز الميلاد وكل عام وأنت بخير مسبقا لرأس السنة الجديدة إن شاء الله بتكون خير عليك وعا كل اللبنانيين وعا كل المواطنين في العالم العربي طبعا الملف الأبرز اليوم هو موضوع رئيسة الجمهورية وأيضا موقف حزب الله الذي أعلن بالأمس من بكركي قال موقفه حزب الله وقال بطريقة غير مباشرة عون هو المرشح وليس من وظيفتنا أن نقنع عون بالعدول عن ترشيحه بعد هذا التصريح الذي كان منتظرا أين أصبح ملف الرئيسة؟ يعني ضياء هو كل الحراك من سنة وسنتين وبالجه وكل الحملات التي استهدفت العماد عون والتي استهدفت واقعه وطياره وحراكه كلها كان إلى غاية وحيدة ظلنا هؤلاء أن باستطاعتهم أن يخلقوا أجواء شعبي تجعل عماد ميشيل عون عبع على حزب الله فيذهب حزب الله باتجاه التحلل في علاقته من العماد عون ولو على الحد الأدنى من الأمور التي يمكن أن يتحلل بها كان رد سمحت السيد حسن نص الله في خطبته المعروفة أنا لست بوسيط يعني شو كان أبين عمل هذه قبل 30 أيلول آخر أيلول الصيفية أبينضغط قبل الدخول الروسي إلى سوريا يعني طبعا هي خلينا نفصلها برأسنا شوي أبينضغط على عماد عون استهدفه بشتى أنواق الشائعات ابتداء بما يسمى الشخصني وانتهاءا بما يسمى أنه فقد شعبيته قبل الدعوة إلى المهرجين الكبير الذي عاد ونقض كل هذه الأقويم شو كانت الغاية؟ أنه سأتتها يا حزب الله توصت شو التوسط يعني؟ أن يتنازل هذا وذيك وبالتالي بيجو على تحل الوصف صرخ سمحت سيد حسن الصلاة ألوان أنا لست وصيت أنا طرف في هذا الصراح لم يؤخذ بعد اعتباره تم تنراهني على أن إيران في دور ما يتم اتفاق ما في مكان ما فتأتي إيران فتضغط لحزب الله فينسحب حزب الله باعتبار أن هؤلاء ظنوا أيضا أن هذا الحزب هو مجرد حفلة أوتوماتيكية كأداة تتحرك على الساحة اللبنانية كمان خسيئوا هؤلاء وإذ كان حتى في بآخر محاولة بآخر فكرة بيسموها مبادرة وأنا يعني حقيقة وبصدق كامل أنا لم أقرأ فيها أي شيء يسمى مبادرة وأنا هو بناشد صاحب الغبطة يسحب تعبير مبادرة يقول فيه فكرة رمض بالسوق فكرة تحمل في طياطها هدف استراتيجي واحد مش هدفين مش الغاية هي الترشيح والاتيام برئيس الغاية العملية هي كيفية إقاع الشقاق كيفية إقاع الخلاف بينما يسمى حزب الله كممثل لمكوم والإيمان مشه العون كممثل لمكوم لأن هؤلاء عندما أطلقوا اسم سليمان بايك فرنجي الذي نحب ونحترم وله منا كل تقدير طيب هني درسوا بينهم وبين نفسهم أنا لك فيه احتمال وإليلي لا إذا غلط هذا التحليل إما أن يوافق حزب الله والعماد مشه العون ويكون شيء جيد بمعنى يأتي الوزير اسمان بايك فرنجي استنادا للقوانين واللعبة التي وضعناها للنظام واستمرارياته وفقا لمصالحنا عبر القبض على السلطة بدءا بقانون انتخاب وانتهاء بألف موضوع أو بموضوع وإذا لم it's too good to be true حزب الله يعني مش قادر يرفض فكرة اسمان بايك فرنجي حسب زعمون للإحراج يذهب إلى التوافق بيشير في صدام بينه وبين الإيمان مشه العون أيضا أتى بالأمس ولاحظي بالرغم أن الصدام لم يقع على مدى ثلاث أسابيع وشهر ضل حفلة التشكيك يقوله أنه فليصري حزب الله فليقول حزب الله فأتى منبر الكركي بالأمس وهو المنبر الطبيعي والمكان الطبيعي على لسان سمحت السيد إبراهيم أمين السيد وهو رئيس ده دور فاعل وأساسي أتى لينطق باسم الحزب ووفد كبير ليقول هذا هو موقفنا فإذن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهذا هو الأمر بشكل واضح هذا بالنسبة لحزب الله يعني الآن باتت الكرة بالملعب الآخر ما فيه بس تقولي بالنسبة لحزب الله فليعلم القاسي والداني وصلنا مرددين مرارا الموقف الأساسي والمركزي بأي اتفاق للإتيان برئيس جمهورية هو مع حزب الله لا يوجد اتفاق بدون حزب الله وبالتالي عندما يقول هذه الكلمة حزب الله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان الذي حدث حدث أمر في غاية الأمم عفوا قبل هذا ولكن في المقابل هذا يعتبر أنه بالأمس قال حزب الله على لسان سبحت السيد أنه يعني نحن لا نعطل ولكن عندما يكون كما تقول حضرتك أنه لا انتخابات بدون حزب الله هذا يعني أدى أن هناك فيه تعطيل قد يفهم من هذا الأمر أن هناك فيه تعطيل من قبل حزب الله خليني إليك حتى كمان أحصم الموضوع بشكل قرار الإباد ميشيل عون أي قرار المكون المسيحي الذي يمثل الأغلبية الساحقة في هذه البيئة تعطيل شو هي هو يمارس حقه في منع اتيان رئيس لا يتمتع بالمواصفات وفقا لرسمة متكاملة بتسموه تعطيل سمو البتكونيين وهتخلني في حدا شاعر بعقل الذنب أنه يعطل التعطيل هو وسيلة من وسائل الحقول دون ارتكاب إثم أكبر يترك بصماته على الساحة السياسية إلى سنين عديدة وبالتالي إلى الأبد وهذا أمر غير وارد ولكن هذا من الأسماء التي تترحكها بكركي غير وارد حتى لو قالت بكركي بكركي بيظلي كبيري بكركي لها منها الاحترام والتقدير بكركي تتمنى بكركي ترغب بكركي من واجباتها أن تقول بالفهم الملآن أنا أريد رئيس طبعا وأنا أريد رئيس وأنت بتريدي رئيس طبعا بكركي وهي محترمة في قولها ولكن أيضا بكركي قالت في مذكرتها الوطنية المشهورة وبالأمس في خطابه عذاته صاحب الغبطة نحن نريد قانون انتخاب يحر المسيحين من حالة الاستدباع واستلاب نواب بكلف الكيانيات المذابية الأخرى حفلة سرقة موصوفة يجب أن تقف لماذا نأخذ ما تريد بكركي بما يلائمنا ولا نأخذ بالشق الآخر الذي رددته بكركي برار تكرارا هذه مهزلة لا يمكن ولن يتم المساومة عليها فليفهم القاصي والديني واللي قال أنه بش قادر يعمل اتفاوة راغب باتفاوات جزئية بش راغب باتفاوات شيء ياخد وقته بحدا مستعش اتفاوات جزئية بأي معنى بعد أنه نحن نأخذ بس الرئيس والبيئي كله خير خاضع للنقاش فليفهم هذا أو ذاك ياخد وقته ما فيه اي اشكال على الاطلاق ما فيه خطورة ايضا على موقع الرئيسي كما يتخوفون بعض لم يكن هذه كما بدي ألككيها شغل نحن اليوم وعندما كان فيه رئيس كان فيه خوف عبو قف الرئيسي كانوا رئيس هذا رئيس دمي رئيس للزيني لا نريد رئيسا في جمهورية لبنان على قاعدة أنه زيني أو دمي فليفهم الكبير والصغير هذا القوم إلى الأبد فليفهمه ردناه منذ سنتين وما كان حدا نفهم الكلام لن يكون رئيس جمهورية زيني أو دمي وبالتالي هل هذا يعني أنه المجد وبالتالي سيلوى ذراع من يريد أن يستمر في مصادرة الدستور وسرقة الحقوق الدستورية وبالتالي إعادة إنتاج الحياة القانونية والدستورية في لبنان والاحتكام للدستور والنصوص الدستورية تعديل أم تغيير الطائف ما يسمى الطائف الذي نفذ هو طائف مزور وبالتالي هذا سيسقط ويذب إلى مزملة التاريخ الطائف الذي صدق على قاعدة المعادلة الأساسية تأخذ سلحية رئيس جمهورية لمصلحة مجلس وزراء مجتمعا مجتمعا لقاء المناصفة الفعلية أكرر الفعلية مهما كان العدد يقبل بهذا يترجم بقانون انتخاب من هنا كانت نظرية الرسمة الكاملة المتكاملة ولن يكون أيضا هناك ممساوة مع المبدأ لذلك هذا موضوع فليفهم القاسي والداني الكبير والصغير أن هذا الموضوع غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة على هامش هذا النقاش النقاش موضوع يعني لم ينتهي بعد موضوع الملف الرئاسي من ضمنه موضوع قانون الانتخابات أي قانون يعني هناك خلاف حتى ضمن 8 أذار ليس لديهم أي مشروع ما في خلاف ما هو القانون أول شي لك في ثلاث مبادئ طبقيهم واعملي القانون البندكيهم أول شي قتل قانون الستي طردوا من الحياة العامة عدم الكلام فيه كل كلام فيه يعتبر مخالف للدستور كل كلام فيه يعتبر تآمر على شريك في الوطن لأنه هو رمز الاستدباع واستلاد التقوام بكنا في الكيانات المسابية الأخرى هو صارق موصوفي هو يناقض الدستور لكن هناك قاد مسيحيين قابلوا فيه حبيبتي شو منتها هذه الحقيقة أنا بحكيك إياها شو منتها شو قبلو إبلو كان قداموا الأمرين يا قانون الألفين يا قانون الستين شو بينقوا شو بينقوا بدلوا نقي قانون الستين طبعا أنه قانون الستين أخرج بشري أخرج صغرته أخرج الكورة أخرج البترون أخرج الجزيد أخرج الأشرفية من دائرة النقاش وبالتالي هذا الموضوع كان خطوة على قانون الألفين بس أنت ما بتجي بتحطيلي السيء والأسوأ قدامي واتنينيتهم مخالفين للدستور بتقليلي نقي ولو أنت نقيت سكورت ما عاش إليك حتى تحكي أبدا في دستور طبقي مضمونه بقانون يخرج الستين من دائرة النقاش يدخل ثقافة النسبية لأن النسبية هي الطريقة التي تمكن الحالات الأقلوية حيث الأكثريات من التعبير عن نفسها وتمثيلها تمثيل صحيح تالتا إسقاط الدكتاتورية ضمن الطواقف هاي دي قصة أنه أنا بدي صادر الطائفي بأمه وبيه وفيه 30 و40 و35 و25 بالمئة ضمن كل طائفين هوجة نظر مخالفي وأنا بدي صادرها تحت أنوان أني أنا مسيطر على السلطة وعامل انقلاب فيها وممجد لنفسي خلافة لإرادة الناس ومصادر الدستور وبالتالي أنا هيك بدي ضال دكتاتور فلتسقط الدكتاتورية هاي تلات أمور هاي دي كل حجاش وأدخمني أنه في أجي أي قانون من أنتفي علي استناع الخلاف لتعطيل إنتاج قانون لوجود مبرر من النوع وأكبر تلل على ذلك مدد للمجلس النيابي قبل انتخاب رئيسة الجمهورية وبإشراف ذاك الرئيس الذي كان بإشرافه وهو الذي قصم اليمين للحفاظ على الدستور مدد للمجلس النيابي شو السبب الموجب اللي أعطوه بيانه دواعي أمنية لا وبفي قانون أبدا أول تبديد تم تحت أدوان الثاني 15 شهر لكي يصار إلى إنتاج قانون انتخاب نيابي شديد لم يبحث قانون انتخاب نيابي لم يبحث كل النقاشات اللي تمت قبل التبديد بعد أن مدد 15 شهر لم يبحث قانون انتخاب وهنا تآمر على الناس تآمر على 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 ثقافة القانون على ثقافة الدستور وعلى كل حال ما في داعي نثبت للناس مسألة النفايات مسألة أكبر دليل أكبر دليل على ذلك 20 سنة السندوق الأسود أب يفعل فعله المعروف المسؤول عنه معروف الذي صادر مال البلديات كيف صادر مال البلديات كيف السندوق الأسود تشتغل عصر ملايين دولار شهرية مليارين دولار على مدى 20 سنة بعد 20 سنة يجعلون العالم خدوا هؤلاء النفايات بمدخير كون وبالتالي حفلة إذلال ما إلى آخر وكمان إذلال دستوري إذلال قانوني إذلال بالحياة العابة والنتيجة كيف سينتعي هذا الإذلال يعني برأيه قبل أن نذهب إلى التقرير يشبس قاط الحاق هزيمي بكل مشاريع إعادة إحياء هذه الثقافة وهذا ليس تعطي للذي يجري هذا هو محاولة منع هذه الثقافة من إعادة إحياء نفسه طب ولكن هناك نعم في المقابل سبحانت حدث في المقابل يعني كما أنه بدون حزب الله لا يمكن أن يكون هناك أن تسير أي مبادرة ولا أي اقتراح ولا أي فكرة لا يعني أنا وأن تكون عبر العماد ميشيل عون أيضا بلى سعد الحريري هنا كمان يقول لا يمكن أن يكون هناك رئيسة حكومة بلى شو سعد الحريري ما في مشكل ما حدا أبيقول بلى سعد الحريري ما حدا قال بلى سعد الحريري لش مندي اسكلم ما تحدثت عنه هي ثقافة المستقبل ليش الثقافة السياسية للمستقبل ما بعرف قديش إذا ثقافي بس المستقبل قديش منتشرة في الجسم اللبناني السياس ما بعرف بس إنما خليني إليك شغلي ما حدا أبيقول لا لسعد الحريري إذا أنا بدي أسمي في أسمي كتير شخصية سنية قادرة ومحترمة وقادرة أن تتحرك يعني أن تكون وأن تنوجد بس إنه ما حدا نقال سعد الحريري وصعب حقا إحنا ما أبنقول لا بس أبنقول بالوقت نفسه مش على قاعدة تضليل هذا الوجود بمصادرة السلطة مش على قاعدة استدبع النواب المسيحيين بيكان في الكيانات المذبية أخرى هذا منطق سيسقط سيسقط ولن نقبل به على كل حال سنتابع ولكن بعد عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع صباح الخير مشاهدين الأعزاء نبدأ جولتنا لهذا الصباح مع أبرز عنوين بعد الصحف العربية الصادرة اليوم ونبدأ من العراق مع صحيفة الصباح العبادي في الرمادي وقواتنا تباغت جيوب داعش مصدر غربي يؤكد انهيار التنظيم الإرهابي ومن الصحف العراقية إلى الصحف العمانية وصحيفة الوطن الجيش السوري يقترب من حسم معركة الشيخ مسكين تحالف أمريكا يعلن قتل عشرة من زعماء داعش وفي الوطن أيضا العراق يتسلم الرمادي بدمار ثمانين في المئة ويتطلع لمساعدة كردية لتحرير الموصل ومن الصحف العمانية إلى الصحف السعودية واخترنا منها صحيفة الحياة الملك سلمان يناقش أردوغان أحداث اليمن وسوريا والإرهاب مجلس تعاون استراتيجي سعودي تركي والجبير اعتبر أن قتل روسيا لزعيم جيش الإسلام لا يخدم السلام وفي الحياة أيضا أمريكا تعلن قتل عشرة قياديين من داعش معارك شريسة في هجوم للنظام شمال درعا والمعارضة تحاول استرداد مواقع خسرتها وفي الحياة أيضا الفلوجة هدف القوات العراقية بعد الرمادي معركة الموصل مؤجلة وتصغرق وقتا طويلا ومن الصحف السعودية إلى الصحف السورية وصحيفة الوطن الجيش يستعيد اللواء 82 بدرعا وداعش يفر من منبج دحر التنظيم من مهين وجباليها والحدث ومساحات جديدة في قبضته بريف اللذقية وفي الوطن أيضا دمشق تستعد لمرحلة مبعد داعش في اليارموك ديمستورا نسعى الوقف شامل لإطلاق النار وصول 300 من سكان الفوع وكفريا إلى السيدة زينب ومن سوريا إلى لبنان واخترنا صحيفة النهار الحرير يطل قريبا لعرض الاستحقاق الرئاسي ضبط كيبتاجون في دار الواسعة ومرفأ بيروت وفي النهار أيضا مجلس تعاون استراتيجي للسعودية وتركيا الجبير اغتياله علوش لا يختم السلام في سوريا وفي النهار أيضا العشائر السنية انتشرت في الرماد والعباد وعد بالأعمار ونختم مع الصحف المصرية وصحيفة الأهرام وهذا الخبر لانهاء الخلافات حول سد النهضة مصر والسودان واثيوبيا يوقعون وثيقة الخرطوم نأتي إلى ختام جولتنا وعودة لمتابعة أخر طبعة شكرا فاطمة على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم عنوين كثيرة ومهمة جدا من سد النهضة إلى الرمادي إلى اتفاقية الزبداني إلى غيرها موضوع الرمادي أيضا برأيك هذه المعركة ضد ضاعش يعني كيف يمكن إدراجها ضمن المعركة الكبرى في المنطقة ضد داعش أنا سبق بإطلالي معك عدة مرات منذ مدة ومنذ أشهر قلت أنه هذا الذي يسمى العراق بالسورية وهذا الذي أعلنت فيه وأعلن الشيخ أبي بكر البخنيني هذه الدولة الإسلامية هذه المكان الذي سيتم فيها سحق وتصفية للمخطط هذه الطيارات المتطرفة والمسلحين في هذه المنطقة قلت لك يا هم الزمان وأكبر دليل على ذلك وقلت لك أنه تحويل هذه المنطقة إلى منطقة جذب لكل عناصر التطرف في العالم للإتيان للدفاع عن دولة الإسلام أبيل دولة الكفر وبالتالي تفريغ العالم من عناصر المتطرفين لمصلحة هذه الدولة فيأتي بنخسره جغرافيا في المكان بيسير في إمكانية استقصاله وهذا الذي يحدث وسيحدث هلأ راح أطيكي إثبات آخر إثبات بارح مؤسسة توني بلير بتطلع بدراسة بتقول أنه حتى لو انتهوا في سوريا والإراق سيبقى هناك خمسة وستين ألف هني سموهن أصليين في الوقت الأصلي شيء جيد بيقصدوا الأصلي المتطرفي على هذه الشكلة خمسة وستين على صدر العالم هذا التعبير الذي ستعمل جاثم جاثم شو معناتها معناتها خطة التفتيش على منطقة جذب تاني ستجري عملية محاولة الاستقصال الأخرى لهذه الجماعات مع مدارسة ومع البيئة الحاضنة إلى ومع مصادر تمويلها وأنا أقولك برارة ونبهت بكل حب ود انظروا إلى الملعب الخليجي في السنوات القادمة دعا البغداد إلى ثورة في السعودية سأنظروا إلى الملعب الخليجي حيث ستمتد الملعب الممتد من حضر موت في اليمن حتى آخر نقطة في المملكة العربية السعودية هناك ستكون المعركة الثانية الذي سيتم فيها الاستقصال وسيستعمل فيها جيوش العالم برمتها للإتيان والقضاء على هذه الجماعات المسألة لذلك أنا أرى في الرمادي بالرغم من أنه إنجاز للدولة العراقية ولكن أرى فيها جزئي في مسيرة الصراع الكبير الذي خطت له لكي يكون هو الانتقام الكبير في العالم من هذه الجماعات التي أصابت في روسيا وفي نيويورك وفي 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 هذا هو الذي يجري في عالمنا العربي والإسلام ولكن أليس هناك من خطورة أيضا على العالم العربي في حال اهتزد أي دولة من دول الخليج وتحديدا السعودية بالأنزدع البغدادي إلى ثورة وإسقاط النظام في السعودية مسألة الخطورة والمخاطر هذه مسألة كلها under control وشيء نظري المتواضع كلها under control لأنه عندما يحيك إلى شيء ما من هذا النوع مهما حدث أرتيكيف ستكون بإدارة سياسية كبيرة وعسكرية كبيرة وقادرة أنت اليوم شو أم تحكي؟ أم تحكي عن جهوزي أمريكي روسي كبيري في المنطقة وتورت عالمي في لعبة إدارة الصراع الذي يهدف في نهاية الأمر بعد أن حققها على الطريق أدت أمور يعني مثلاً بتقنيلي طب أن أبل باط عن داعش باش تخرط على الموصل بتحكيني عن كوريدور التركي يدخل منه المسلحين وبروحوا النسحين على أوروبا صحيح كله هذا تم كان في استفادة منه للدول التي تقود الكماش مع إيران في حينه قبل توقيع الاتفاق ما بعد توقيع اتفاق إيران مع الخمسة زائد وقت غير قبل ما قبل انتهت هذه المرحلة للمرحلة البدء بانتهاء سوريا والعراق من دور هؤلاء على الساحة وسينتقلوا إلى ملعب آخر سنتابع النقاش ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقى معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود وأراحي بضيفنا في الستوديو النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس إلي الفرزلي أهلا وسهلا بك دولة الرئيس كنا نتحدث عن موضوع داعش وعن موضوع محاربة داعش وقلت انظروا إلى الملعب الخليجي حاليا في السابق كان هناك حتى بعض المعارضين الخليجيين لبعض الأنظمة يقول أنه رجاء لا أحد يعني لا أحد الآن يطالب بإسقاط أي نظام في أي دولة خليجية لأنه هذا يعتبر خطر على باقي المنطقة أيضا هل توافق هذا الكلام؟ أنا لست بصدد المطالبة لا لا أنا أقول في حال في حال هناك دخلت داعش أنا أقرأ الوضع أستنتج كمراقب محايد أعتبريني من رأسي الجديد أجنبي أبرئي بالساحة الإقليمية وأبحلل أتشوفوا سبقوا قلت مرارا منذ سنة سن ونص قلت ستسقط الحدود بين السورية والإراق وسيذهبون إلى قتل هذه الجماعات المسلحة سوية بعد أن أصبح العراق والسورية نقطة جاذب لجاذب كل مسلحي العالم أنت من تبهتي في فترة مرة الاتحاد الأوروبي كل يوم يطلع بتأرير اليوم أصبح عدد الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق من أوروبا أربع تدف وخمسمية وستة وستين فتحوا السجون ليبعتوهن حتى يبرروا تصفيتهم ما بيقدروا يقتوهن إنهم منتشرين في العالم مش معروفين وين جمعوهم في الجغرافيا ليحددوهن في المكان ليبرروا أو ليوجدوا طريقة للنايل منهم خلص هذا الملعب بوظيفته بأهدافه بكذا صفينا بالمرحلة الأخيرة بتاخد سنة بتاخد ستان ما بعرف بس صفينا بالمرحلة الأخيرة هلأ بدون يفتشوا على ملعب تاني للتعاطي مع خمسة وستين ألف مؤسسة توني بلير بس إنه العبرة ليتعاطوا مع خمسة وستين بيقولوا التعبير حرف لا يزالون على صدر العالم واضح الكلام لذلك هذا وهذا أمر بتاء طيب سمو الأمير محمد بن نايف ألم يكن هو في كل الأوقات هو رمز محاربة أوراء بالأمس أطلّ علينا سمو الأمير محمد بن سلمان بتأليف تحالف إسلامي كبير بصرف النظر عن فعاليته عنه هيدا التحالف الإسلامي وين بده يشتغل؟ هيدا غير صالح يشتغل بالعراق والسورية ولا يستطيع أن يعمل في العراق والسورية هيدا تمهيد لكي يعمل في مكان ما وين المكان بده يعمل فيه؟ أو ورقة للضغط للمساومة عمين عمين في تسويات المقتلة عمين عمين تسويات بيصير بس هذه ما بتكفي يوم يدركون جيدا طيب بارح باليمن شوفي القصة لحتى يكون نعم بنعمل حرب مع اليمن طويلة عريضة تحت عنوى مختلفة بصرف النظر عن أحقيقها وعلى معرفة اليوم الجنوب اليمني وحضر موت بيئت مين فعليا على الأرض بيئت القاعدة مش هيك فإذن انت لوين بديك تروحي طيب البيئة الحاضدة في المنطقة بارح بس أعلن النفير بأفغانستان الجهد بأفغانستان عشرين ألف أنصر بلايدي وحدة من اليمن على أفغانستان فإذن هذا الملعب الخليجي أردوغان نفسه في تصريح بعد ما إيجا من من إيران بعد توقيع الاتفاق قد يكتنزل نعم عن المؤتمر صحفي قال حرفيا التالي إذا قضينا عداعش حولينا يجب أن لا تنسوه فتشوا عن مصادر التمويل فتشوا عن البيئة الحاضن فتشوا عن المدارس الفكرية فإذن وإلا دوائش أخرى ستنشأ هذا العقل العالمي الذي يدير ويخوت هذه المعارك وشفت أنت مجيء الروس مباشرة أني خلفيتهم الروس مش بس خلفية روسية بحتي هم يتصرفون أيضا وفقا لتنسيق ومنظومة وأركسترسيون كاملة متكاملة مع العالم وبالتحديد المتحدة أمريكية استهدافا لهذه البيئة وبالتالي المعركة رايحة وجاية في ملعب جديد لهذه المعركة كما ينوي فيها مؤسسة نعم ولكن في المقابل حضرتك قلت أنه تم حصار هؤلاء في منطقة جغرافية استنفذوا كل الأهداف السياسية وما أريد منهم وحاليا ولكن كل التحالفات التي قامت لأمريكا تحديدا والناتو وغيرها وأوروبيين وغيرهم لم يستهدفوهم بشكل جدي حتى جاء الروسي لماذا؟ طبعا لأنه استهدفهم بشكل جدي في حينه لم يكن أمريكي بشكل جدي برأيك؟ بيّنت بالقصة لا يقول تحت عنوان ضبط إقاع الساحة بما يتلقى مع تصوره للنظام الإراقي علمه في قاد تم تهريبهم طبعا لوين لا أحد لوين أولا أعرف يمكن يبينه بكرة بالخليج يمكن وين يبينه بالخليج بالخليج طب سنتابع ولكن لم يعد لهم مكان في بلاد ما بين النهرين وفي بلاد الشم طب لماذا استنفذوا هيك سؤالا لماذا استنفذوا كل مهماتهم يعني أو خلصت مدة استعخدامهم شو كانت الغاية منها في عندهم ثلاث غايات رئيسية استراتيجية كانت أول غاية كانت قوة اعتراض هائلة تقف بوجه ما اعتقدوا أنه تمدد إيراني أليس كذلك؟ نعم ويد الانترسبشن العملي اللي إجا لما سمي الهلال الإيراني العراقي السوري لبنان ليس بالعراق عبر داعش وبسوريا عبر داعش صح طيب اثنين تدمير العراق وتدمير سوريا وتحويل إلى بيئة عجيني قادرة أن يعاد تركيبة بما يتلاءم مع المنظومة الاستقرار الإقريمي الجديد الذي يهدفون إليه خصوصا بعد أن قتلت وماتت سايكس بيكو وفيه شيء جديد اسمه كاري لفروف قد كنت تتصرف على أساس تالتا قصة إسرائيل والبيئة والبيئة الآمنة على المستوى الاستراتيجي حولها فيه أهداف استراتيجية كبرى كلهم يقولون النفط 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 سميلي بكل هذه الفوضى العارمة من الماء للماء من تونس لعون لشرق البحر أبين طباسي بكل هذه الفوضى إذا تضررت الواتفة المتحدة الأمريكية ببرمي النفط واحد ما أكيد لم تضررت طب إذا ما تضررت فإذا شو المشكلة طب إذا إسرائيل والنفط مش كل عمر نقول إسرائيل كان عال مشاريع مثل قصة تبرير أنابيب الغاز عبر المنطقة الوسطى بسوريا لكن هذا شيء أساسي أيضا كمان موضوع الغاز طبعا تقمر البحر الأبد المتوسط وبالتالي بيحرروا أوروبا من التبعية لروسية بعملية الاتقاء طبعا كلها كانت أهداف راحت هباء منفورة يعني وانا رأيي وانا رأيي وانا ساجد ومدى بهمنا طبعا رأيي أنه الأمريكان استعملوا الأوروبيين وصفت أوروبا إن أنسى لأنسى رامسفلد عندما وقف على درجة طائرة في لندن وعمل بييده هاي جود باي أولد يوروب وداعا أوروبا أوروبا القديمة وأكبر دليل على ذلك هاي جورجيا هاي أوكرانيا اللي كان أبيحكي معه أبيحكي نائب وزير خارجي الأمريكي هولند باعتهد فيكتوريا وانا دهو شي ما أعرف مين مع السفير بيقوله أور بارتنس The Europeans قال له فاق The Europeans ونشرت نشرت بوسائل خذتك ذكرت قبل مرة كمان عنها لذلك هاي دي القصة هاي دي اندلت على شي اندلت على شي تدل بشكل واضح وعملي على أن هناك في العالم قطبين جديدين بالجديدين قطبين متجددين متجددين بندن يروحوا باتجاه إدارة العالم وفقا لمنطق جديد بعد أن عجزت أوروبا عن القيم بهذا الدولة سنتابع ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير هل يرفع جعجع شعار عون حتما تفيد المؤشرات المتسربة من الرابي ومعراب بأن العماد ميشيل عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع يعملان بصمت منذ فترة لإعداد الخطة باء على قاعدة تبني رئيس القوات لترشيح الجنرال إنما ضمن مقاربة سياسية شاملة تتناول على نحو المحوري قانون الانتخاب ومستقبل الدور المسيحي في الدولة ووفق المعلومات المتواترة فإن عون أكد للحلقة الضيقة أن انحوار رئاسي مع جعجع يتقدم وأن احتمال أن يبادر رئيس القوات إلى ترشيحه أكثر من جدي وأن حظوظه ترتفع يوما بعد يوم مصادر مسيحية واسعة لإطلاع أبلغت الصحيفة أن فرضية ترشيح جعجع لعون يجري إنضاجها على نار هادئة وهي موضع بحث معمق بين الرجلين لفتة إلى أن الأكيد هو أن هذا الخيار لم يعد من المستحيلات أو المحرمات ولسيما بعد توقيع إعلان النيات الذي أدخل العلاقة بين الطرفين في مرحلة جديدة لكن المصادر أشارت إلى أن اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد يتوقف على نطج مجموعة من الاعتبارات السياسية التي من شأنها أن تؤمن الحصانة للخيار المحتمل مؤكدة أن ترشيح جعجع لعون إذا حصل لن يكون حدثا منفصلا ومعزولا بل يندرج ضمن مجموعة شمسية متكاملة بالمعنى السياسي على حد تعبير المصادر نفسها وأكدت المصادر أن التيار والقوات لا يقبلان أن يكون على مقاعد الاحتياط في المبادرات الرئاسية وخصوصا أن استحقاق رئاسة يعني المسيحيين بالدرجة الأولى القدس العربي أردغان وسلمان لتعزيز التعاون العسكري بين أنقرة والرياض قالت مصادر مقربة من أرويقة المحادثات السعودية التركية التي عقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض برئاسة كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردغان إن الطرفين اتفقى على تحقيق تكامل وتعاون استراتيجي عسكري وسياسي واقتصادي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والبلدان المصادر ذكرت أن الرئيس التركي وافق على تقديم الدعم العسكري التركي للمملكة التي تقود تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن فيما وافقت الرياض على قطة تركية لإقامة منطقة عازلة على الحدود التركية السورية وكشف أردغان عن سعي بلاده بالاتفاق مع دول حليفة لإقامة منطقة عازلة شمال سوريا وقال في لقاء تلفزيوني أمس أن هذه المنطقة ستكون على عرض ثمانية وتسعين كيلومترا وعمق خمسة وأربعين كيلومترا طبعا موضوع التنسيق بين تركيا والسعودية يعني هذا مستجد مهم جدا في هذه الملفات كلها كيف يمكن قراءة هذا الموضوع هذا الحداث هذا الدعم وكيف يصرف وكيف يوظف لا شك أنه الصراع تحت الطاولة بين هذين القطبين صراع أديم يعني بمعنى شو بدي بالتاريخ لعلاقات التركية السعودية ونظرة الأطراق الضمنيين للسعوديين والعكس إنما الآن منذ بدء القضية السورية كان في اتفاء وتلاقي موضوعي بالمصلحة على ضد الدولة السورية ولكن كان كل واحد منهم يطمح لأن يكون هو القطب في منظومة الاستقرار الإقليمي الجديد المحيئة التي يحيك لها لهي عمليا إيران كما يراد بها من قبل بعض المطابق الدولية وإسرائيل والصراع على القطب السني بينها هل هي السعودية أو المملكة العربية السعودية هل هي المملكة العربية السعودية أو تركية طبعا بالتطورات الميدانية التي وقعت على الأرض في سوريا وبعد دخول العنصر الروسية وهذه التطورات الميدانية التي وقعت تبشر بشكل واضح أن هزيمة منتظرة للطرفين فإذن لابد من طلاق المصالح الموضوعية باللقاء في محاولة لتعزيز المواقع في لعبة التفاوض القادمة على دور ما في الواقع السوري وكيفية ترجمة هذا الواقع لأنه إذا سلمنا جدلا أنه تقسيم ما فيه أنه سايكس بيكو نعم سقط خلاص سقط سقط طبعا بس ما سقطت بحدود الكيانات القائمة الكيانات القائمة ستبقى كما هي ولكن السؤال والمعركة الضمني ما هي شكل الأنظمة التي ستقوم بش من هو الرئيس الرئيس محسومي وأصبح برات ويدركون جيدا من هو ما هي شكل الأنظمة ما هي الأوعية السياسية ما هي مراجعها الإقنمية شو دورنا في هذه الأنظمة خذي لبنان نموذج خذي لبنان نموذج طب ألا ترى أنه هناك تطبيق لمفهوم الطائف ليس بالحذفير الطائف لا لا أقوله خذي لبنان نموذج بالضبط في تولس هكذا حصل في محاولة بن النار وهذا ما حصل في العراق بالضبط حتى تطبيق قرار الفان رميتان حتى مسألة الرمادي وأنه منع الحجد الشعبي والذي قير تعرفي أنت كيف الأمور والحوار والددار كل بخلفية والقرار الأممي 2254 كل بخلفية ماذا بعد الأوعية السياسية التي تنشأ ضمن هذه الكيانات ما هي مرجعيات والإقنمية أين دور هذه الدول ولكن أنا أعتقد أنه مهما اتفقوا تطور الميدان هو الذي سيحدد في النهاية دور هذا وذات من الكتل هنا الأردن يعني هنا الأردن ما هو الدور المرسوم له يبدو أنه هناك دور ولكن حتى الآن هناك من تحدث عن دور له في اغتيال علوش أنا لا أستطيع أن أتحدث بقضايا أمني لأني لا أفهم فيها نعم حقيقة أنا رجل جاهل تماما وكمالا في القضايا الأمني طب في السياسة أدور المرسوم ولأ أستطيع أن أطلق اتهامات من اختال علوش ومن لم يقبل لا أساهم في إجاعة قد يكون قد يكون لا أدري أنا شخصيا ما معرف ولكن الذي أعرف أنه لا شك أنه الأردن صاحب وظيفة سياسية في المنطقة ليس منذ الآن منذ زمن بعيد وظيفة الحكم الأردني له وظيفة سياسية هو بموقع جغرافية سياسية في غاية الحساسية إسرائيل من جهها المملكة العربية السعودية وسورية والعراق وهذه الدول في غاية الأممية وبالتالي له وظيفة سياسية تحركوا مؤشر مصنق على أي واقع جديد لا شك أنه الواقع الأردني اليوم واقع تغير واقع انكفأ عن التورط المباشر في الأزبة السورية وابتدأ يسلق مسلق آخر في هذه الساعة هل له علاقة في أي حال فلسطيني مقبل للأردن ليس علاقة بالمعنى أنه طبعا طبعا قولا واحدة طبعا طبعا لا شك هل بديل موطن بديل هذا المطلوب وحتى يتحدثون في بعض الأمور أم تتمرر حول منطقة من السعودية تضم للأردن وتكون يعني شبيهة لذبي وأبو ظبي في الإغراء للإتيان بفلسطينية 48 إليها يعني مشاريع تعرفي أنت كيف تنكمل المشاريع ولكن تحقق لا تحقق لا أدري ولكن هذا المسروع الذي يعملون على يجب أن نسجل باحترام كامل مع رفع القبعات نضال الشعب الفلسطيني سمود هذا الشعب الفلسطيني استمراره في تمسكه بأرضه مثل ما قال سمعت السيد حسن صلى الله بالأمس بخطبته مجرد التجذر في الأرض والتمسك فيها والاسترخاص بالدم والروح في سبيل الدفاع عن كل ذرة من طراب فلسطين هو بحجة وإسقاط لكل هذه الخرائط التي تمرر من نواهم ضمن هذه الخرائط التي يتم الحديث عنها بقي الرئيس ولكن ما هو شكل النظام وربما الجغرافيا لها علاقة بالسياسة وهذا يتعلق بموضوع الأكراد والمنادات بحكم ذاتي لهم نعم هذا كلام صحيح وأعتقد أنه هذا سيكون هو عنوان المرحل السابقة لاحقة في المفاوضات السياسية هل سيكون كيف ستقبل تركيا بالنهاية أن تركيا موجودة أيضا هي خسرت ولكنها دولة كبرى وفي الناتو طبعا وقادر على في أوراق كثيرة قادر على اللعب فيها ومش بس سيك أنا أعتقد أنه هذا التقارب التركي السوني سيظهر آجلا أو عاجلا عند ابتداء ما يسمى معركة الملعب الخليجي الكبرى لأنه مسألة الدور التركي في حماية هذه الأنظمة طب هذه الدول بدها جيوش بدها جيش فالأثمان الذي تقبل من هنا وهناك هل تركيا هي المؤهلة اللعبة الدول لا أدري لا أدري أنا بتسأل بل قد تكون تركيا وأنا أعتقد لا تزيل تركيا هي المؤهلة أكثر من غيرها للعب هذا الدول لماذا؟ لأن الصراع حول من هو الطرف التالت في لعبة منظومة الاستقرار الإقليمي قائم منذ مدة لا يمكن أن تستقر تركيا في هذا الدول خصوصا بعد فشل مشاريعها المتعددة بخفة قياداتها يعني أنا برأيي فيه خفة باستوبطاعات الأطراق بالأمور حقيقة أنا شخصيا قرأت هذا كتاب العبق الاستراتيجي تبعها داود أغلو قريته شفت الطموح التركي بإقامة الأمبراطورية العثمانية السلجوقية الحديث عن العنصر التركماني المنتشر في كل بلاد الشرق آسيا وآسيا واليورو آسيا طموحهم كان كبير كثير يعني ما أخذوا بعين الاعتبار أي شيء على الإطلاق وبالتالي كانت الخسارة بات كبير كتير اتصوري لمبارح من بداية الحرب السورية وقع جلس داود أغلو في الجامعة العربية يؤشر ويعطي الأوامر واستطرت سوريا من الجامعة العربية بشاهد صح مبارح اجتمعت الجامعة العربية مجتمعة لطرد تركيا من الموصل شوفي المشهدين بشاهد صح فإذن هالمشهدين ما فيها تركيا تستقر بدور كقطب كبير بيعمل توازن حسب ظن البعض مع إيران وغيرها بدون ما تكون القطب الخليجي متفق معه طيب شو الأثمان اللي بدت اندفع الخليج يدرك جيدا أن ملعبه قادم على أحداث هي في خط نحن لا نتمنها وأنا ضدها وأنا أتمنى للخليج الاستقرار الكامل والشامل إطلاقا بس أنا هم بحكي كمحلل سياسي لا أكثر ولا أقل منطق الأمور بيقول إنه رايح الأمور باتجاه اشتعال منطقة الملعب الخليجي تحت عنوان التطرف وغير التطرف كل هاي دي الدول اللي سميها سمو الأمير وزير الدفاع وولي العهد الثاني أنها دول تحالف إسليمي وسميلي أيها دي الدول اللي قادة تبعى الجيش وتحمي وتعمل معركة ضد هذا التطرف في الدول وحيد فعليا بظل انشغال مصر الكبير وبيشغلوها عن أصل لأنه عندما وجدت إسرائيل كانت وظيفة الاستراتيجية الأساسية هي دك العلاقة بين مصرق العالم العربي ومغرب العالم العربي لذلك أنا أرى أنه كل الحراك في مصر لإشغاله واتعابه ومنعه من القيام بدور متقدم في ملعب منطقة الشرطية عن مصر سأتحدث بعد هذا السؤال يعني أيضا في التقرير عن إقرأ تركيا لن يمور معنا لضيق الوقت ولكن هنا في أصغور غونديم هذه الصحيفة العلاويون يدعمون بيان الحكم الذاتي يقول تقول الصحيفة أجمع ممثل الجمعيات العلاوية في تركيا على دعم مطلب الأكراد في إقامة حكم ذاتي شو رأيك بهذا الكلام شو رأيك أنت وقت رئيس جمهوري أو رئيس وزارة بتركيا هو مسؤول عن أمة تركيا الدولة العظيمية اللي كانت سميت حداثة وسميت علمانية واللي طبعا بلش تخرج من علمانيتها وشكل واضح يعني مش أنه وقت بدا تخرج من علمانيتها من أنت رايحة على منطق جديد الأدبيات الجديدة اللي استعملها أردوغان أنت علوي أنت كردي هذا مرته سني كوي منيحة هذا مرته علوي بشي منيحة مثلا استعملها كلام أدبيات استعملهم طب كيف شو تستنسي من تركيا غير أنها تذهب عميقا باتجاه هذا في خطر يعني هناك طالما في أقليات في تركيا كما هو موجود مجتمع التركي في ظل هذه السياسة القائمة هو مجتمع مهيئ ومرشح لكل أنواع الاتزاز والخطير نعم طب بعد معنى دقيقتين أقال من دقيقتين في عندي سؤالين يعني سؤالين يالله سؤالين يعني أول شيء عن موضوع مصر هناك في مقابل كل هذا التشنج في المنطقة هناك من يتحدث عن شيء ما يحصل في الكواليس بين السعودية وإيران بشكل إيجابي كلام تفاهمات وغير عمان هناك مصر هي التي تترأس هذه المهمة مهمة المصالحة مهمة تقريب أو وجهات النظر نحن كعرب وكعروبيين نحن بحاجة إلى دور مصر ومصر هي الدولة التي نطمئن نركن إليها نشعر بالأطمئنان نتفيأ بظلال رعايتها أرفت عليك ولكن لسوء الحظ أنا عندي شكوك كبيرة أن القطة التي تستهدف المنطقة لا تريد لهذا الدور أن يكون مشاع أنا برأيي هذا اللقاء التركي السعودي يستهدف مصر أحد بنوده استكمله في علاقات مع إيران نذكر هذا الكلمة في علاقات مع إيران مع إيران طبعا طبعا لأنه 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 الأطراك بيعرفوا تماما بيعرفوا تماما أنه صعبة أنه من واجبتهم من واجبتهم إقامة هذا التوازن لذلك أنا برأيي حتى الأطراك بيكونوا أبير عبودور بين السعوديين جعجع هل هو جاد في لابد أن أعود ما بقى في وقت جعجع جاد في ترشيح عون حقيقة السؤال اللي بطرح هو السؤال اللي بطرح هو على الجواب الجواب بطرح على السؤال إذا جعجع جاد بترشيح عون هل يعقل أن يتم هذا الإهمال الذي لا يمكن أن أجد كلام أوصف فيه الواقع لزعيم المكون المسيحي في تركيبة 14 أضار نعم بهذه الطريقة المهينة المشينة ليس أمير جعجا وأن لا يكون يعني رد تفعل طبيعية حتى أن لا يخرج باستنتجات أنه إذا طار عون طار هو وبالتالي أكل الطور الأمريض وكل الطور الأسود وبالتالي المنطق بقول وبعتقد قاعدته سباعدته أو بإعاز منه لا أدري أنا يقولون نعم أنه يجب أن يوجد طريقة لإعادة إنتاج واقع علاقة حقيقية في هذا المجال للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا على حضورك دول الرئيس إلي الفرزلي شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد وكل عام وأنتم بألف خير وكل عمو موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة